مرحبا بكم في المحاضرة الخامسة عندما كلمني له لأكتب هذا الكتاب كنت سائرا في ملعب الجولف حوالي الساعة الخامسة صباحا وقال للرب يا جون أريدك أن تكتب كتابا عن كرسي القضاء وبصدق أجبته قائلا يا رب لقد وعظت حوالي عشرين دقيقة فقط طوال حياتي عن كرسي القضاء كيف يمكن أن أكتب فصلا واحدا وتعرفون أن الله لا يحب أن يجيب على مثل هذا الكلام فقلت حسنا أعتقد أنني يجب أن أكتبها كذا كتبته أحضرت كل ما استطعت أن أجده من آيات عن الأبدية والموجزاء والدينون والعقاب من ثمانية ترجمات مختلفة ووضعتها في مذكرة بهذا السمك جلست أتأمل في تلك الآيات لمدة شهر بأكمله وهذا ما توصلت إليه في دينونة المؤمنين سنحاسب نحن المؤمنين على أمرين أساسيين الأمر الأول هو اشتراكنا في بناء ملكوت الله الأمر الثاني الذي سنحاسب عليه كيف بنينا حياة الأفراد هذا يتضمن حياتنا نحن بالطبع ما أعنيه بحياتنا نحن هو كيف تجاوبنا مع كلمة الله في حياتنا الشخصية سأتحدث عن هذا في المحاضرة القادمة ما أريد أن أركز عليه في هذه المحاضرة هو اشتراكنا في بناء ملكوت الله هل لاحظت وجود كلمة بناء في كلا الجملتين؟ هذا لأنه كما قلت في المحاضرة الرابعة يسمين الكتاب بنائين هل تذكرون كورينثوس الأولى أصح ثلاثة؟ يجب أن يتحذر كل واحد كيف يبني يقول كتاب المزامير إن لم يكن الله هو باني البيت فكل تعب البنائين بلا فائدة من هذا نفهم أن روح الله هو الذي يمكنه أن يساعدنا لكي نفعل أي شيء له قيمة أبدي هذا يستحق أن تقول أمين إن ما يعمله شخص في ثمانين عاما لا يمكن أن يفوق ما يعمله شخص في خمس دقائق بروح الله لهذا قال الله لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي كل مرة أقرأ كتابي أقول أيها الروح القدس أريدك أنت عندما حضرت هذه المحاضرات قلت يا رب أنا أريدك أعظ منذ ثلاثين عاما لكنني أقول أحتاج مساعدتك أيها الروح القدس من المهم أن تتذكروا هذا إليكم آية أخرى الحجر الذي رفضه البناءون قد صار رأس الزاوية يشبهنا الله هنا بالبنائين سأذهب الآن إلى كورنثس الأولى ثلاثة تسعة وهذا أمر مذهل نحن شريكان في خدمة الله وأنتم حقل الله وبناؤه ثلاثة جمل بارزة الأولى أنتم شركاء في خدمة الله سأذكر هذا لاحقا الثانية أنتم حقل الله لن أتحدث عن هذا لكنه في الكتاب والثالثة أنتم بناء الله لاحظوا هذا قال بولوس أنتم بناء الله أي بناء يقصد حسنا لدي إعلان وهو إعلان مضحك يبني الله لنفسه بيتا من تصميمه وهو متحمس له جداً أتذكر عندما كان لي أنا وليزة امتياز بناء منزل من تصميمنا كان ذلك في أوائل التسعينيات كنا نعيش أنا وليزة وأعتقد كان معنا أديسون فقط وقتها كنا نعيش في منزل صغير تابع لجهاز المدينة وأحد كبار البنائين في أورلاندو بفلوريدا فائز بجوائز كان قد تأثر جداً بكتاب فخ إبليس رأاني في إحدى عروض المنازل لأن ليزة تحب أن تشاهد المنازل وتحلم وقال جون بيفير سمعنا من يصرخ باسمي فخ إبليس فقلت حسناً فقال أريد أن أبني لك بيتاً لله فقلت بيتاً لله ما معنى هذا فقال لن أكسب قرشاً فقلنا عجباً وبعد يومين أتى إلى منزلنا هذا التابع للجهاز ووضع ورقة بيضاء على الطاولة ارسم منزل أحلامكما فنظرنا إلى بعضنا لأننا اعتدنا على منازل الجهاز فلا يمكن تغيير هذا أو ذاك فقلنا حقاً وبدأت لي إذا تعمل أعتقد أنني رسمت المكتبة والجراج وهي أكملت وأرسلت تلك الشخبطة التي في الورقة إلى مصممين فأصبحت مخططات وعندما بدأوا في بناء المنزل كنا أنا وليزة نذهب إلى مكان العمل كل يوم كنا متحمسين جداً ونحن نرى ما كنا نحلم به يقف أمام أعيننا هذا شعور الله لبيته لقد صمم بيته منذ تأسيس العالم إنه يأتي إلى مكان العمل كل يوم ليراقب ما يحدث لكن الله فعل شيئاً لم نفعله أنا وليزة لقد وضع اسماً على بيته ليتنا فكرنا في هذا مثل ذلك الشخص الذي يعيش في واشنطن لقد سمى بيته البيت الأبيض والمرأة التي في إنجلترا أطلقت على بيتها باكينجهام ونيكولاس كيج أطلق على منزل فراير بارك أطلق الله اسماً على بيته ما هو اسم بيت الله؟ صهيون قولوا صهيون حسناً ننظر إلى هذا يقول هذا لأن الله اختار صهيون فهناك يريد مسكنه هذا مكان راحتي مسكني إلى الأبد لأنني اخترته هل ترون مشاعره تجاه بيته وكأنه يقول صممت هذا البيت منذ زمن أنا متحمس لأكمله عندما تكون بناء بيوت وتبني بيتاً من تصميمك ما أول شيء تبدأ به قولها الأساس يقول إشعياء أضعوا في صهيون حجر أساس قولوا حجر أساس هذا هو بيته الذي صممه حجراً قوياً حجر زاوية ثميناً وأساساً متيناً من هو؟ يسوع هو أساس بيت الله وحجر زاويته لكن تذكروا قال البيت هو نحن إن كان يسوع جزءاً من مادة بناء ذلك البيت هذا يعني أننا جزء من مادة بناء البيت ماذا يقول الكتاب؟ انظروا إلى بطرس الأولى يسوع المسيح هو الحجر الحي ثمين لدى الله فإذ تقتربون منه كونوا أنتم أي نحن أيضاً حجارة حية لبناء هيكل روحي أليس هذا شيئاً؟ نحن جزء من مادة بناء سوف يسكن الله فيه للأبد إن نظرتم إلى ما يقوله بولوس إلى أهل أفسس سترون وأنتم بناء هل تفهمون هذا؟ مبني على أساس الرسل والأنبياء أما حجر الزاوية فهو المسيح يسوع نفسه وهو الذي يجعل البناء متماسكاً معاً ليرتفع ويصبح هيكلاً مقدساً للرب هذا شيء حسناً ماذا قال بولوس أيضاً؟ ليس فقط إننا مواد البناء بل إننا أيضاً شركاء الله في العمل هل أعطيكم تعبيراً مناسباً أكثر؟ نحن مقاولون من الباطن والآن ما معنى مقاولين من الباطن؟ إنهم عاملوا الكهرباء والسباك والنقاش والنجار إنهم البناءون الحقيقيون إن أردت أن تعرف الحقيقة عندما بنى بوب بيتنا لم يدق فيه مصماراً واحداً لم يضع قالب طوب واحد بل العمال هم من بنوا البيت إذن من سيكون رئيس العمال في بناء بيت الله؟ من سيكون قائد العمال؟ سيكون يسوع غلاطي أربعة أربعة عندما جاء الوقت المناسب أرسل الله ابنه قال يسوع أنجزت العمل الذي كلفتني به كم شخص منكم يعرف أن تنظيم مواعيد عمل العمال أمر مهم جداً إن أحضرت النقاش قبل عامل الكهرباء تحدث مشكلة كبيرة لقد نظم الله مواعيد عمل العمال جيداً في بناء بيته لأن يسوع هو رئيسهم لهذا يقول الكتاب إن يسوع أتى في الوقت المناسب أترون هذا؟ قال يسوع قد أنجزت العمل قولوا العمل مرة أخرى أريدكم أن تتذكروا هذه الكلمة لأنها مهمة قد أنجزت العمل الذي كلفتني به تعرفون؟ قال الرسول بولوس نفس الكلام تذكرون حين قال بولوس هذا قال أنهيت السباق كيف يمكنك أنت أن تقول أنهيت سباقي؟ الطريقة الوحيدة التي تقولها هي أن تعرف المسار هل رقد أحد منكم في سباق من قبل؟ ففي السباق المتسابقون لهم خريطة للمسار إن كنت لا تعرف هذا المسار ماذا سيحدث؟ ستبدأ الجري وتستمر تجري وتجري حتى تقع ولكنك لن تنهي السباق يجب أن تعرف المسار لكي تنهي السباق قال بولوس أنهيت السباق لأنه كان يعرف المسار قال يسوع أنجزت العمل هناك الكثيرون يقولون هذا يسوع ولد عارفا ماذا ينبغي أن يفعل ليس عذرا لقد أخلى نفسه وأتى إلى هذه الأرض كابن الإنسان قال يسوع في يحنى خمسة أعمل إرادة الذي أرسلني كان عليه أن يسعى إلى إرادة الآب مثلنا والآن ماذا عنا كوننا مقاولين من الباطن مع الله؟ ماذا يقول الكتاب عنا في أفاسس 2؟ فنحن عمل يدي الله الذي خلقنا في المسيح يسوع للسلوك قلوا سلوك في أعمال صالحة قلوا أعمال أعدها لنا مقدما لاحظوا أنه لم يقل خلقنا على أمل السلوك في تلك الأعمال الصالحة بل للسلوك في الأعمال الصالحة والآن لاحظوا أعد الله عملنا كمقاولين مقدما منذ متى أعده؟ نعرف أنه أعده على الأقل قبل أن أولد لأن ننظر ماذا كتب داود في مضمور 139 رأيتني قبل أن أولد انظروا إلى هذا وفي سفرك كلها كتبت هناك كتاب مكتوب عن حياتك الرئيس أوباما ليس الوحيد الذي كتبت سيرة حياته هناك كتاب مكتوب عن حياتك يا جوناثن أليس هذا مذهلا حقا؟ الله هو الذي كتب هذا الكتاب وكتبه قبل أن تولد انظروا ماذا يقول في ترجمة أخرى كل لحظة دونتها قبل أن يمر يوم واحد لننظر إلى الجزء الكتابي كله مرة أخرى رأيتني قبل أن أولد كل يوم من حياتي سجل في كتاب وليس كل يوم فقط بل كل لحظة إن فتحتم كل كتب حياتنا وذهبتم إلى صفحة معينة ستجدون كلاما عن اجتماعنا الآن ستجد كلاما عنك وأنت تشاهد يقول الله أنا أراهم كلهم لقد كتبت كل شيء هنا فمثلا جوناثن سيكون هنا وترافيس سيكون هنا لقد كتب كل شيء عنه قبل أن نولد أليس هذا مذهلا؟ لقد دون كل لحظة قبل أن يمر يوم واحد سأعطيكم آيات تؤكد هذا لو تذكرون قال الله للنبي إرمي هذه الكلمات قبل أن أشكلك في الرحم عرفتك وقبل خروجك من بطن أمك خصصتك لخدمتي ويأتي هذا مرة أخرى في كلمات بولوس ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي المشكلة الكبيرة التي أجدها في كل سفريات وفي كل معاملات مع الناس في الكنائس خاصة مع رجال الأعمال والتجار وأمهات الأطفال هي أن هناك فكرة في هذه الكنيسة تقول إن القساوس والمعلمين وقارة العبادة وقدام الكنيسة فقط هم من لديهم دعوة ليخدموا لا هذه كذبة إن كنت مولودا من جديد وحتى إن كنت حديث الإيمان كل إنسان لديه دعوة من الله على حياته وهي أن نكون مقاولين في بناء بيت الله الذي صممه أليس هذا مذهلا؟ لذا لا أريدك أن تقول أنا لدي وظيفة لا 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 لقد وضع الله يده على حياتك لتبني بيته الذي صممه أمين؟ هل يمكن أن تقول أمين؟ إذن لقد وضع الله هذه الخطة قبل أن نولد وكتبها في كتاب عن حياتنا؟ إذن هناك كتاب اسمه أليك بيفير كتب الله فيه كل حياة أليك السؤال الآن هو وسأخرج أليك من المعادلة الآن هل سنتمم ما كتبه في كتابه؟ حسناً إن نظرتم إلى كتاب الجامعة هذا مذهل تتحدث هذه الآية في كتاب الجامعة عن سيادة الله قلوا جميعاً سيادة الله علمت أن أي شيء يفعله الله سوف يدوم ما من أحد يزيد عليه أو ينقص منه فعل الله هذا لكي يهباه البشر ماذا يقول؟ يقول الله أنا صممت بيتي منذ البداية ولن يوقف أحد تتميمه بيتي سوف يكتمل هذه سيادة لكن في العدد التالي يتحدث عن إرادة الحرة انظر ماذا يقول ما كان أي ما نحن فيه الآن فمن القدم هو تذكروا أننا جميعاً الجالسين هنا معاً الآن إن قرئت كتبنا ستجد اجتماعنا ما كان فمن القدم هو في فكر الله وما سوف يكون أي مستقبلنا فمن القدم كان كتب الله ذلك في كتاب قبل أن تبدأ أيامنا لكن انظروا إلى هذا والله يطلب ما قد مضى بمعنى هل تممنا ما قد كتبه لحياتنا أم ذهبنا في طريق آخر اخترناه ما فهمته من ذلك هو أنه عند كرسي القضاء بالنظر إلى ما دعينا لنفعله اسمعوني جيداً أرجوكم بالنظر إلى دعوتنا لن نحاسب على ما فعلناه بل سوف نحاسب على ما دعينا لنفعله هل تتابعونني؟ هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيفير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة أقولها مجدداً طالما تذهب دعوتنا إلى كرسي قضاء المؤمنين لن نحاسب على ما فعلناه بل على ما دعينا لنفعله كم تبدو الدهشة على وجوهكم؟ سأعطيكم مثالاً يمكن أن يقول يسوع عند كرسي القضاء شيئاً كهذا أيها القص أندرسون تقدم وأعطي حساب وكالتك يمكن أن تروا ذلك الرجل آتياً وهو ينظر حوله خائفاً ومصدوماً ويقول القص أندرسون ألا تقصد المحاسب أندرسون؟ لقد كنت محاسباً يا يسوع كان هناك أناس يعملون في شركتي وقد ساعدنا خدمات كثيرة في سجلاتهم المالية القص أندرسون أين الثلاثمائة وستة وستين ألف ومائة وثمانية وسبعين الذين دعوتك لتربحهم في آسيا؟ أنا لم أذهب إلى آسيا أبداً يا يسوع كنت محاسباً كنا نساعد الخدمة والخدمة كانت توصلها لآسيا كل ما فعله الرجل سيحترق بالنار ثم يمكن أن يحدث شيء كهذا السيد جونز سمسار العقارات تقدم للأمام وأعطي حساب وكالتك ربما ترى ذلك الرجل يتقدم مصدوماً وخائفاً وينظر حوله قائلاً بالتأكيد يقصد شخصاً آخر ويقول يسوع جونز أعطي حسابك لتك فيقول ألا تقصد قصة جونز؟ أنا قص كنيسة بأثمانمائة شخص وهذا لثلاثين عاماً دعوتك لتكون سمسار عقارات ولتكون نوراً في سوق الأعمال كان سيوجد معك وسيطان تجاريان في شركتك وكان سيبشران مليون ومائة وثمانية وسبعين ألفاً وسبعمائة وستة وسبعين شخصاً لكن لأنك لم تفعل هذا لم تبشرهم كلفت شخصاً آخر بالعمل وأردتك أن تكون قائد الخدامي في تلك الكنيسة ذات الألف عضو كنت ستكافأ على الاثنى عشر ألف وستمائة وثمانية وسبعين نفساً الذين كانت الكنيسة ستؤثر فيهم لكن الآن كل شيء احترق بالنظر إلى دعوتك لهذا أقول لفريقنا دائماً وأقول أكثر داريل سيتذكر وفيكي كذلك كل نفس نلمسها أنا وليزا كل نفس يلمسها أديسون أو يلمسها مات كل نفس ستكافأون عليها مكافأة كاملة وكأنكم كنتم معنا لذلك من المهم جداً أن تكون في المكان الذي دعاك الله إليه لكن إن حاولت أن تفعل ما تريده هل تفهمون هذا؟ ربما يحدث هذا الأخت جونز تقدمي أعطي حساب وكالتك فتتقدم المرأة وتقول يا يسوع لقد كتبت كتاباً وأقمت العديد من مؤتمرات المرأة أين الثلاثة أطفال الذين دعوتك لتربيهم؟ اشتراكك في دائرة الحديث جعلك تهملين أولادك الخمسة ملايين وماء وثمانية وسبعين ألفاً وسبعمائة وستة وسبعين نفساً الذين كانوا سيؤثرون فيهم كنت ستكافأين عليهم لكن كل شيء نحترق لن نحاسب على ما فعلناه بل على ما دعينا لنفعله لدي قصص كثيرة عن هذا الأمر من أشهرها قصة أثرت فيي وشددتني وهي عن أحد أصدقاء المقربين الذي يرعى كنيسة في كارولين الشمالية لديهم حوالي أربعة آلاف شخص كنا مقربين جداً وقتها لسنوات كان يخدم في مجلسنا اتصل بي مرة وقال جون يجب أن تسمع ما حدث في الكنيسة قلت ماذا حدث؟ قال كان هناك رجل يحضر كنيستي منذ ستة أشهر كان دائماً مظهره مميزاً وملابسه أنيقة وكان شعره رمادياً وتلك الكنيسة رائعة لاحظت أن أعظ فيها أنه يخلص فيها حوالي مئة إلى مئة وعشرين شخصاً كل أسبوع حسناً قال كنت أشاهد الدموع تجري على وجنتي بعض الناس للخلاص وقال لكن يجون لقد شعرت أنها ليست دموع الفرح بل الحزن قال لكن الروح القدس نبهني كنت سأذهب لأتحدث معه لكن الروح منعني وبعد ستة أشهر أتى ذلك الشخص إلى واحد من القساوس المساعدين وقال في عام أعتقد أنه في الثمانينيات كلمني الله في الصلاة لأنشئ كنيسة هنا في كارولينا الشمالية في مدينة فيتفيل وقال حلمت بها ورأيت مبنى الكنيسة التي يجب أن أبنيها كان الأمر جد حقيقي فذهبت إلى مهندس وسألته إن كان يقدر أن يقوم بالتنفيذ الفني وبدأت الكنيسة ووجهت الكثير من المعارضات وفي النهاية أغلقتها لم تكن تتقدم أبداً أريد أن أقول لكم شيئاً عندما يقول لك الله أمراً انظر إلى بولوس لقد حاول مرتين أن يذهب إلى مكانين مختلفين ثم حلم حلم الرجل المكدوني وعندما صلى لأول شخص في مكدونية لكي يطيع الله قبد عليه وألقي في السجن وهناك سبح الله وانفتح السجن عندما يكون الأمر الذي يطلبه منك الله صعباً هذا لا يعني أنه ليس الله قال إنه واجه مشاكل وقال أغلقت الكنيسة وبدأت أسافر وأعظ واستمر هذا سنوات قليلة وفشلت واتجهت للأعمال ثم بدأ يفرد رسماً هندسياً قال هذا الرسم نفذه فنان في الثمانينات بناء على حلمي وفتحه إذا هو نفس المبنى الذي بناه القصة قال بالضبط قال لي حتماً كنت اختيار الله الأول لبناء الكنيسة كنت أعظ عن هذا في مؤتمر وكان مدير مكتبنا حاضراً وكان مؤتمراً فيه حوالي عشرين ألف شخص وأذكر أنه جاء إلي وقال لي أتى إلي قص في الردهة بعد أن وعدت عن هذه الرسالة وكان القص متضايقاً وقال للقص هل يؤمن الواعد بما وعد عنه اليوم؟ فقال مدير مكتبي نعم يؤمن به بالطبع لا يمكن أن يكون مؤمناً به فرد مدير مكتبي بالتأكيد يؤمن لماذا أنت متضايق؟ فقال القص حين كنت صغيراً كلم الله قلبي وأكد أنني مدعو لأخدم في الفلبين لكنني بنيت هذه الكنيسة ورعيتها ثلاثين عاماً فرد مدير مكتبي وقال وماذا سنفعل؟ بعد مرور عام واحد سمعنا أن ذلك القص قد سلم الكنيسة للمسؤولين فيها وأنه الآن في الفلبين يخدم ويقضي أروع وقت في حياته أظن أن إحدى أبلغ القصص التي توضح أننا كلنا مدعوون لنبني ملكوت الله في العام الماضي دعيت إلى العشاء مع مدرب بالعسكرية البحرية كان قد قضى مع البحرية 17 عاماً أنا أحترم البحرية كثيراً فجلسنا معاً وأدركت أنه كان يريد التحدث معي فقلت حسناً ما هي قصتك؟ فبدأ يفتح قلبه ويحكي لي قصته تسمرت أمام قصة ذلك الرجل لمدة ساعتين لم أقل شيئاً تقريباً شاركني كيف كان في مدرسة لدراسة الكتاب ثم في أحد برامج التدريب اتهم بالزنا مع فتاة من الكنيسة قال جون أنا لم أفعل هذا أخذوا مني أوراق اعتمادي وتردوني ففقدت ثلاث سنوات من حياتي وتدمرت لم تكن علاقتي بالله جيدة ولكنها أصبحت جيدة لأنني بدأت أصر وقال بينما كنت أصر قال للرب أنا لم أدعوك للخدمة بل للتجنيد قال فذهبت للبحرية أولاً للجيش ثم للقوات الجوية ثم للغواصات ثم للبحرية كانت القوات البحرية آخر شيء قال مسؤول البحرية جرب كل الطرق ليجند أناساً ولم يجد ثم سحب ضابط التجنيد قائمة أخرى بيأس وبدأ يقرأ تلك الأمور الخاصة ثم وصل إلى كلمة العسكرية وقال هذا ما يجب أن أفعله قال قفز روح الله فيه هذا ما يجب أن أفعله قال أنت لا تريد أن تفعل هذا صفر فاصل صفر واحد بالماء فقط من الرجال ينجحون كل من في ذلك المكتب فشل في برنامج الصفوة قال لا يهمني ما لم يكن يعرفه هو أنه لا يعرف السباحة ولكي تتعقد الأمور أكثر وهو طفل صغير أجرى عمليات كثيرة لأن قناة أذنيه كانت ضيقة ووضعوا له أنابيب لذلك إن اقترب الماء من إحدى أذنيه كان يتألم جداً قال يا جون صليت وعلمت نفس السباحة بألم شديد وأخيراً بعد أشهر من الصلاة نزلت إلى عمغ قدمين لا ألم خمسة أقدام لا ألم ثم أدركت أن أذني شفيت وتقدم ثلاث مرات لامتحان التخرج من البرنامج فحدثت ثلاثة كوارث مختلفة حدثت كوارث لا تصدق وحكى لي مثلاً عندما اتصل هاتفه بوالديه وهو مغلق ولم يكن فيه أرقام مبرمجة أثناء الخدمة عندما كانوا في دراسة كتاب وبدأ في الصلاة إذ سمع إطلاق النار بدأ يحكي لي قصصاً جعلت الشعر الذي على ذراعي يقف وفي نهاية العشاء نظرت إلي وقلت له أنا في محضر رجل من رجال الله لم يكن يعظ مثلنا يا براندون لم يكن يعظ مثلنا لم يكن يعظ مثلنا يا القص مارك لكنه أحد أعظم رجال الله الذين كان لي امتياز قضاء وقت معهم إنه في مكانه الصحيح كمقاول يبني بيت الله الخاص هل قلتم آمين؟ حسناً خلال عشرين عاماً من السفر حسناً هم في الواقع خمسة وعشرين عاماً رأيت رعاة كباراً كان يجب أن يكونوا مساعدين رأيت رجال أعمال كان يجب أن يكونوا في الخدمة رأيت رعاة كان يجب أن يكونوا في سوق الأعمال نظرت إلى راع وقلت له أنت لم تدعى للخدمة أنا متأكد أن الله دعاك لسوق الأعمال اتصل ذلك القص به بعد عام وقال إنه لم يعد في الخدمة وإنه في السوق يقضي أروع أوقات حياته هذا لأننا نضغط على الناس مرة اتصلت بشخص يملك شركة شحن كان يعطي الملايين للملكوت لكنه شعر أنه لا يخدم الله جيداً فباع الشركة وبدأ يخدم ولم يكلمني من وقتها هذا منذ أكثر من عشرين عاماً أريد فقط أن أتأكد أن كل شخص يعرف أن الله قد دعاه دعوة فريدة عندما يدخل عامل الكهرباء لا يرى الصورة كاملة لكن إدخال الكهرباء إلى ذلك المنزل أمر معقد الله دعانا جميعاً لنفعل هذا لكن المذهل هو أن ذلك البيت الذي صممه ويبنيه الله ستأتي الأمم إلى ذلك البيت وتراه ستأتي وتتعبد للرب في السماء الجديدة والأرض الجديدة والأروع عندما نستطيع أن نقدم ما قمنا به تخيلوا معي أن هناك سباك عمل في الجناح الغربي من البيت الأبيض هل تتخيل فرحته عندما يدخل ابنه البيت ويقول له أبي سنذهب في رحلة إلى البيت الأبيض هل أقدر أن آتي معكم؟ تتخيلون فرحة ابنه عندما يقول الأطفال هو من عمل السباكة في البيت الأبيض كم وكم في بيت الله لأنه ذات يوم سينهار البيت الأبيض ذات يوم سينهار بيتي وبيتك لأن الأرض كلها ستحترق بالنار كما يقول الكتاب وسيصنع الله سماء جديدة وأرضاً جديدة وذلك المبنى الذي كنا نعمل فيه لذلك يقول يسوع لا تعمل من أجل الطعام الذي يفسد بل من أجل الطعام الذي يدوم سنري كل الشعوب ونقول لهم هذا هو الجزء الذي عملته في هذا البناء بيته هو مدينة لكن هذا هو الجزء الذي بنيته في المدينة أتفهمون؟ أتحبون هذا؟ حسناً قلوا جميعاً نحن مقاولون نبني بيت الله نراكم لحقاً الآن ربما تفكر بعد هذه المحاضرة كيف أعرف ما دعيت له سأقول لك مكتوب في عبرانين 11-6 إن الله يكافئ من يطلبونه بالإيمان لم يقل الله يكافئ من يطلبونه بإهمال وبشك هذه خطوتك العملية أطلب الله بجد بالإيمان ثانياً يقول مزمور 92 يزهر أولئك المزرعون في ساحة بيت الله إلهنا عندما تزرع بذرة تفاح لا تحصل على شجرة خوخ عندما تزرع في كنيسة محلية ستزهر لتصبح ما أراده الله لك وثالث أمر هو لا ترتبك بسبب العلاقات أو الاحتياج للأمان أو نقص المال هذه الأمور ستخنق ما أراده الله لك أشجعك أن تطلب الله بجد وتأكد أنك مزروع في كنيسة محلية وشاهد حياتك وهي تزهر إلى ما صممك الله وخلقك لتكون عليه وتفعله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر